شوف يا أخي شوفوا يعني زماش ناس نصبوا روحهم مسؤولين علينا بسيف وزادوا فرضوا نفوسهم عندهم وطانية أكثر منا وجايبنا صاراب حاجة صاراب يقولك هذا هو الرجل الذي ينقذ الجزائر يعني هذا الرجل كي كان صحيح وخمستاش اسمه وثلاث عهدات من قدش الجزائر دهال هاوية ودركا كي عاد في الفراشة يقض الجزائر دخل أرأسكم ثمه هذي بزار يا عم تفيل صغيرة كي وعد نحكي لها تفيل ما بقاش دركا يعني ملنو هبلو 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 حتى حد وين عاد الإنسان يحوص على الإنسيقش فيكا بيديكار لتبتنر بلغا نعطونه مسحاح أضم هوا هم هاب الله طيب ما أعلي ناش قال لك كيفاش نزيدون نديرون هماد النازات وكل حناهم كل حناهم كل حناهم كل حناهم نزيدون نكملونهم قال نشوفوا جماعة احنا صح اي اموال ساقطتوا راحت للخارج احنا لوعدوكم واحدة الرسالة قالوا انها الرئيس اللي يكتبها وغفظة مكتبناها وغفظة اي او مريض هوم ينطلق لم يكتبها وغفظة مكتبها في بلعصة قال لك هذا الرئيس ما شيفون فيها الرئيس قاله معظمانين حمسة سنين اخرين باه وشديق قالوا بش نرشغلكم الأموال المختلصة مردالي في الخارجة دي قردها يا عزيز يا شعب بشيتم سخيرها يا دي تاني وهي في الأصل في الأصل في الأصل مش هي بش اللي ما زال في الخزينة تعدو لا يزيد يروح وابعد أنت يا شعب على روحك راح تطلب راح تطلب وين تطلب والله وأنا أستمع إلى هذه الرسالة رئاس رئيس الجمهورية كنت أن أبكي أرجعتني إلى جلسة كانت لي مع رئيس الجمهورية سنة 2001 لمدة ساعتين ونصف وهو يحكي لهمومه كرئيس جمهورية من أجل إنقاذ الجزائر ولماذا جاء إلى الجزائر ولكن لما طال الأمد كدنا أن نيأس لكن أظن بهذا الدستور الجديد وبهذه الرسالة التي كانت خلاصة قول وفعل نتمنى إن شاء الله الخير إلى الأمام وأن نكون متفائلين وأقول للشعب الجزائري تفائل تجد خيرا إن شاء الله إن شاء الله إذن على نبرة التفاؤلات أصل إلى ختام هذه الصهرة الدستورية شكرا